سيل دماء الشهداء الفلسطينيين لا يتوقف جريمة أخرى تضاف إلى سجل كيان المحتل الطفل محمد نضال سليم ذو الخمسة عشر عاما ارتقى برصاص الاحتلال الصهيوني في مدينة عزون المحاصرة شرق قلقية من لم تقتله رصاصة الاحتلال تطاله الاعتقالات التعسفية عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس كانت اليوم مصرحا لاعتقالات واسعة طالت شبانا بعد اقتحام منازلهم كما اندلعت الجمعة مواجهات مع قوة الاحتلال أطلقت خلالها الرصاصة وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين في مدينة تقوع جنوب شرق بيت لحم فيما أصيب آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق في نابلس وفي حوارة المدينة الفلسطينية المستهدفة بالنار والرصاص والتي يريد المتطرف سموتريش محوها من الوجود ما تزال تحت الحصار لليوم السادس على التوالي قرار المحكمة الاسرائيلية دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه وإثبات جديد على تورطها في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها وتوفير الحماية القانونية لهم الأمر الذي يشجع عناصر الإرهاب اليهودية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين حصار حوارة تزامن مع زيارة أوروبية للبلدة للوقوف على هول وحجم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينين وممتلكاتهم الاتحاد سيستمر بالمطالبة بشكل مباشر لمحاكمة ومحاسبة من نفذ الاعتداءات من المستوطنين على البلدة الضفة الغربية على شفا برميل بارود مع وصول التصعيد الصهيوني ذروته وبات خيار الكفاح لدى الجيل الفلسطيني الجديد السبيل لتحرير فلسطين ما يعزز التوقعات بشأن اندلاع انتفاضة ثالثة وينظر بفشل الجهود التي تبذلها أطراف دولية للتهدئة قبل شهر رمضان